ولا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام شعيرة من شعائر الدين لا قيام للدين إلا به كما قال جل من قائل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال جل من قائل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقال جل من قائل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يستوي في ذلك أن يكون الجهاد دهاد دفع كالذي يفعله إخواننا هذه الأيام في فلسطين وكالذي فعله إخواننا من قبل في أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي غيرها من بلاد الله عز وجل هذا الجهاد ليس إرهابا بالمعنى الذي يطلقه أعداء الله عز وجل محاولين أن يصموا المسلمين بهذه الصفة الرديئة